والله هذه رسالة لكل أب أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يظلم عند وفاته كثير من الناس يعني عندهم من الصلاح والخير الشيء المعروف لكن عند وفاته يظلم فيعني قد يحبط الله عمله نسأل الله العافية والسلام يعني عند وفاته يتلاعب في قضية الوصية أو يظلم ولا يعدل بين أولاده فيلقى الله ظالم وهذه السنوات كلها في عبادة وطاعة لما يجي عند الموت يظلم اتق الله خلوا الأمور على ما هي عليه اتركوا الأمور على ما هي عليه الإنسان إذا مات جاءت المحكمة وحصلت التركة وحصلت الورثة ووزعتهم على قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثي فلماذا هذا الظلم وهذه التفرقة يعني كثير من الآباء وللأسف يجعل عرق الحسد في نفوس الأولاد ينبض والعياذ بالله بسبب مثل هذه التصرفات هذا غلط ولذلك يا أخت الفاضلة يعني بلغ هؤلاء الأولاد هذه الرسالة ما فعله الوالد ظلم وعليهم أن ينقذ الوالد مما هو فيه الآن البيت الكبير مع قطع الأرض كل لا ترجع وتكون تركة وتقسم على قسمة الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين البيت الكبير مع قطع الأراضي مع السيارات التي تركها أبوهم مع الأموال النقد مثلا كل هذا يجمع الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بهذه ترتاح النفوس وتنزاح الحدوث ويطمئن الأولاد ويبقى تبقى لحمة الرحم تنبض بالحياة بدل هذا الظلم الذي يفعله وهذه نصيحة لكل إنسان يشاهدنا أن يتق الله ولا يلعب بمثل هذه الأمور بعض الأولاد الآن يخجر من أبوه ساكت لأنه يحترم أبوه يقدر أبوه شوف أبوه قاعد يظلم يعطي فلان يعطي فلانة لكن إذا مات الوالد انفجر الوضع خلاص تبدأ القطيعة و تبدأ حرب بين الأولاد وهل هذا يرضي الوالد هذا الذي عاش الوالد حياته كله على أن يتقر عين بأولاده هذه النهاية و يلقى الله ظالم يلقى الله ظالم أسئلة كثيرة تأتينا في هذا البرنامج كثير من الآباء و للأسف الشديد يمارسون مثل هذا النوع من الظلم و هم يقولون يعتقدون بأنه عدل لا مبعدل هذا الظلم اترك الأمور على ما هي عليه أو إذا وهبت على قسمة الله أنت في حياتك تبقى تفرح أولادك خلاص للذكر مثل حضرنا كل واحد تعطيه على قسمة الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر